بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسلة أخرى عند صدرة الموتها عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما ساغ البصر وما تغى لقد رآه من آيات ربه القبور أفرأيتم اللات والأسى ومن آثى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنوثى تلك إذا ما قسمة وظيسى إن هي إلا أسماء وسميتين وها أنويتم وأباؤكم ما أنوزل الله بها من وسلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنوسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك وفي السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنوثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من يتولى أن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن وظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنوشاكم من الأرض وإذا أنوتم أجنة وفي بطون ينم هاتكم فلا تسكوا عن وافسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى أعلم يده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تسر واسرة وسر أخرى وأن ليس للإنوسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجساه الجساء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق السوجين الذكر والأنوثى من نطفة إذا تنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحي من منها قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي ألاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أسفة الآسفة ليس لها من ودون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعقبون وتضحكون ولا تبكون وأمواتم سامدون فاسجدوا لله وعمدوا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة